موسيقى طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدوها كالعادة بالعنوين طبيبة إيرلندية عملت في تعز تقول في اليمن يفارق الناس الحياة قبل أن يصلوا إلى المستشفى ومن العرب الجديد اليمنيون مجددا إلى جنيف في السادس من سبتمبر المقبل ومن بي بي سي زوجة الرئيس الأمريكي تقف إلى جانب رياضي هاجمه زوجها أهلا بكم تتحدث الصحيفة الأيام الصادرة في العاصمة الموقعة عدن عن النازحين الموجودين في أبيان والذين يفتقرون لكل الاحتياجات وعنوانات الصحيفة نازحو الحديدة وتعز في أبيان المعاناة مستمرة وقالت الصحيفة أن ما يزيد عن 1250 نازحا من محافظتي الحديدة وتعز يعيشون أوضاعا مأساوية في مناطق النزوح بمحافظة أبيان نتيجة لإفتقارهم لأبسط مقومات الحياة وتضيف الأيام حط هؤلاء المشردون رحالهم بمدينة زنجبار جراء الحرب التي شنتها جماعة الحوثي على مناطقهم ليتخذوا من ضل الأشجار مساكنا لهم في غياب تام للسلطات المحلية بالمحافظة والمنظمات الدولية الدائمة يعيش منذ فترة ليست بالقليلة في حياة أشبه ما تكون بحياة القرون الوسطى مساكن من عشش وغياب لخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وهو ما يجعلهم يعيشون في وضع صحي خطير جدا سعيد علي نازح من مديرية الكدحة منذ سنة قال المؤسف هنا بأن السلطة المحلية في أبيان تطالبنا بترك هذه المنطقة كونها منطقة أثرية ونحن مستعدون لمغادرتها ولكن عليها أن توفر لنا مخيما آمنا تتوفر فيه الخدمات من رمال الحديدة إلى طور جنيف سفروا غريفت وكرسي الشرعية تحت هذا العنوان كتب أحمد عبدالله مقاله المنشور في التغيير نات الأمم المتحدة لم تفق أزمة في تاريخ الشرق الأوسط وأقصى ما حققته تجربتها في اليمن هو أن الجوالات التشاورية استقرت في الموسوعة الحرة ويكبيديا حتى أن أحدا لم يعد يحمل ذرة أمل في أن يحقق غريفت شيء دان يجمع المتحاورين ليمروا من أمامهم شريط الذكريات الذي يحمل الجلسات الجينيفية السابقة وماراثون الكويت التي تحملت أطول استضافة تشاورية تفاوضية في التاريخ العربي وسخرت لها القصور والفنادق والمواكب الأميرية الراقية لتتفاجأ بعدئذ بأن المقاتلين يتدافعون إلى خطوط النار بحماس أكبر من ذي قبل سفر غريفت في أيلول القادم إلى جينيف ليس أمرا غير تقليدي وما سيقوله لن يميزه عن سابقي وإن كان هناك جديد هذه المرة فإنه يتركز في التأكيد على أن أهل اليمن يتحركون فوق محيط دائرة شيطانية رمال الحديدة في عز الصيف والرطوبة جحيم مستعر ومع أن هناك تسهيلات للمحاربين باختيار مقل ودل من الزي الحربي ومنفخ وظل من المزاج القتالي إلى أن سكان المدن من الفقراء لم يتبقى لهم أي حق في اختيار طريقة الموت فهناك سبول ملزمة للهلاك وأسهلها هي أن يقف النوض فجأة من الخوف وبالتأكيد من جينيف المحطة بجبال الألب الخضراء أجمل فراديس الأرض ستكون بانتظار أن يرتاد فندقها المريدون بعد أن تعد لهم سكيتشات تبين الصلاة والمطاعم وغرف النوم وقليل من عنوين الكلام الرسمي في ساحة الوغة التشاورية كان هناك قبل ثلاثة أعوام وعادوا إليها بعد أن قتل المزيد من الآلاف ودمرت المزيد من المدن وتكدست المزيد من أموال الحرب بعيد تجار الموت دفخت الأدمغة بلهجات العفن السياسي وتراجع اليمن ألف عام نحو التعقيدات الكبرى قالت صحيفة واشنطن بوست إن الحرب المدمرة في اليمن لا توجد لها نهاية في الأفق أو للمعارك الغارقة في الدم أو الغارات الجوية أو الجوع والمرضى الذين يطاردان المدنيين حتى لو هربوا من الرصاص والقنابل وآشارت الصحيفة في تقرير لها ترجمه الموقع بوست إلى أن الحرب القاتلة في اليمن محتدمة وتساءلت في الوقت نفسه لماذا لا تزال أعداد القتلى مرتفعة وحسب التقرير فإن عدد القتلى لا يزال مرتفعا فعلى مدى عامين السشهد صحفيون وعمال وكالات إغاثية وتوفي أيضا عشرة آلاف شخص من المدنيين في هذا النزاع وقد تم ذكر العدد لأول مرة من قبل المسؤول كبير في الأمم المتحدة في غصص عام 2016 لكن في النقاش العام حول النزاع حسب الصحيفة لم يتم مراجعة العدد حتى مع استمرار الحرب بكثافة لا تعرف الرحمة وقالت من شبه المؤكد أنه تم التقليل من شأنها بشكل فادح وفقا لمسؤول الأمم المتحدة والمحللين الذين يدرسون الصراع مع تقدير مصدر واحد مستقل يوضح أن إجمال عدد اليمنين الذين قتلوا في الصراع بلغ قرابة خمسين ألف وتابعت الواشنطن بوست في اليمن أدى انخفاض عدد القتلى المعلن إلى تعزيز الشعور بأن البلد يتجاهله العالم الأوسع ونادرا ما يتم تغذيته في وسال الإعلام بسبب القيود والصعوبات التي توجد هنا ولكن أيضا بسبب التحفظ على المجموعة المركبة من الممثلين والأطراف المظلومة في الصراع الموجود في أفقر بلد في العالم العربي المصدر أولاين تابع حركة الحجاج اليمنين الذين بدأوا بالتوافد إلى المملكة العربية السعودية وعنوان الموقع وصول أول فوج من الحجاج اليمنين إلى مكة المكرمة وقال الموقع وصل أول فوج من حجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج للعام الحالي 1439 وخلال استقباله للحجاج أكد وزير الأوقاف والرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن أحمد عطية أن وزارته حريصة في تقديم كامل الرعاية والاهتمام بهم لتسهيل أداء مناسكهم وأشار الوزير عطية إلى المتابعة الحثيثة والمستمرة من قيادة البلاد السياسية لسير الحجاج اليمنين منذ خروجهم من ديارهم وحتى وصولهم للأراضي المقدسة يقضي الدكتور يوسف البواب أيامه في معتقلات الحوثيين وهو ضمن مجموعة ممن تتم محاكمتهم بدون أي وجه حق وقد وقف أمام القاضي في جلسة أمس الأحد الخاصة بمحاكمة 36 متهما سياسيا بالمحكمة الجزائية الملغاة بدأت الجلسة وقد تغيب عنها كل محام الدفاع فتقدم الدكتور يوسف البواب وتكلم في الجلسة وقال مخاطبا القاضي امتدت أيادين بيضاء لهذا الشعب العظيم فألقوا القبض علينا في أيام العيد وغيرها ونحن نحمل في أيدينا أكياس اللحم للفقراء والمحتاجين ألقوا القبض علينا ونحن نحمل فوق ظهورنا أكياس الدقيق نوزعها للأرامل والضعفاء والأيتام ألقوا القبض علينا ونحن نعمل دكاترة في جامعاتنا أو مستشفياتنا أو معاهدنا ألقوا القبض علينا في منازلنا وفي بيوتنا ومن مساجدنا أصبح كل شيء تهمة حتى العيش في بيوتنا ومقرات أعمالنا تهمة لفقوا لنا تهما كيدية باطلة من كترتها لم يجدوا تهما أخرى كيلفقوها لبقية المعتقلين فقد حشروا كل الأباطيل في مزعوم دعوى الاتهام عرضوا فيهات ملفقة ومفبركة بغرض الإساءة إلينا نحن لم نهدم بيتا ولم نفجر مسجدا ولم نعتدي على أحد ولم نسفك دم أحد ولم نسلف مال أحد غيرنا آلاف سجناء مغيبون لا يعلم عنهم شيء ونحن رغم سوء حظنا إلا أننا نعتبر أحسن حالا منهم عرضنا على القضاء بتهم الدنيا جلها وكلها تهم باطلة سيادة القاضي القانون أصم وأبكم لا ينطق سيادة القاضي أن تروح القانون ولسانه ويده وسمعه فلا تكن أداة ضد القانون تفجع الشعب أنت الآن تحت أنظار الشعب كله سيسجل التاريخ أعمالك ومواقفك فدع التاريخ يسجلك في أنصع صفحته نعلم الكم الهائل من الضغوط التي تتعرض لها فلا تستجيب لتلك الضغوط فنحن أبرياء رف قتلنا التهم كيدا سياسيا الأصل عدم قبول الدعوة من النيابة والأصل أن ترفض من قبلكم أنها صدرت من غير ذي سلطة ليس لها سلطة شرعية أو قانونية لم تأتي عبر الانتخابات أو سلطة شرعية نعتذر عن أي لفظ ناب صدر عنا دون قصد إلى أبرز العناوين التي احتلت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم الصادرة في مارب حيث عنونت الصحيفة اقتصاديون إغلاق محلات الصرافة ليس حلا والوديعة السعودية لم يكن لها تأثير يذكر ومن العاصمة المؤقتة عدن الانتقالي يعلن تأييده الاحتجاجات المناهضة للحكومة ويهددها بيناير جديد في عدن وميدانيا تصاعد حدة المعارك في سداح وملحان بالجو فالطيران يقصف مناطق العقدة والقردة الرئيس هادي يقول القوى المتخبطة التي فرضت على عدن واقعا مظلما ستنتهي وعنوان أيضا تقرير أمريكي طالب استهداف قدرات الحوثيين بطائرات أمريكية على ساحل البحر الأحمر بعد الفاصل سنواصل معكم مطالعة بعض الأخبار في الصحف العالمية والعربية مستمرون معكم في كشك الصحافة لمطالعة أبرز ما قالته الصحف العربية والعالمية في الشأن اليمني وبالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة وهنا نبدأ من تساءلت صحيفة العرب الجديد هل ينجح المبعوث الأممي إلى اليمن بما فشل به سابقوه وأضافت بعد شهر من اليوم من المقرر أن تجلس الأطراف اليمنية على طاولة مفاوضات جديدة للدفع بالحل السلمي وفقا للموعد الذي قاله أو أعلنه مارتين غريفت فستكون المفاوضات في السادس من سبتمبر المقبل بمدينة جنيف السويسرية وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المبعوث الأممي عن موعد مفترض للعودة إلى المشاورات منذ أكثر من عامين إلى جانب كشفه عن ملامح خطته التفاوضية غير أنه كما هو حال الجهود السياسية في البلاد منذ تصاعد الحرب لا يزال يواجه الكثير من المعوقات التي ستبنى عليها إمكانية الالتزام بالموعد ونجاح الجولة من عدمها ما يعيد الأنظار إلى جولات المشاورات السابقة وتكشف مصادر يمنية قريبة من مكتب المبعوث الأممي للعرب الجديد عن أن اختيار جنيف كمقر لإنعقاد المشاورات جاء بعد التشاور مع كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على ضوء رفض الكويت التي كانت على رأس الخيارات استضافة جولة ثانية قبل وصول الأطراف المعنية إلى اتفاق قبل عقود من الآن تداول أطباء أجانب عملوا في اليمن رسائل شرحوا فيها حالة المرضى اليمنيين وكيف يموتون في الطرقات وقد كانت الطبيبة الفرنسية كلودي فايان أشهرهم اليوم وكأن شيئا لم يتغير فقد كتب الطبيبة إيرلندية عملت في تعز ما يشبه تلك الرسائل وقالت نيام أوبراين في مقال نشره موقع بريكن نيوز الإيرلندي عدت إلى وطني بعد أن أمضي ثلاثة أشهر ونصف في اليمن للعمل كطبيبة بالقرب من مدينة تعز على بعد خمسة كيلومترات فقط من الخطوط الأمامية وتضيف فترة وجيزة من عمري هناك استطعت أن أرى عواقب العنف في كل مكان لا سيما في المرضى وفي الحياة اليومية لزملاء اليمنين يمكنك رؤية آثار الصراع في المرضى الذين يصلون إلى المستشفى نظرا للحصار وعد ثمن الوقود باهضا جدا لذا لا يستطيع الكثير من الناس السفر بينما يتعين على الآخرين الانتظار حتى يخمد القتال قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى بيمان وتفيض أيضا وصل الكثير من الناس إلى مستشفانا وقد فارقوا الحياة وأوضحت أن موت الأطفال والأمهات بشكل مثير للصدمة المسافات الكبيرة للسفر والقتال كلها عوامل تجعل من الصعب الوصول إلى الرعاية الصحية وتقول أوبراين أوبراين دم الناس غير قادر على التجلط ولهذا ينزفون بكميات هائلة كما أنهم يعانون من عدوى متكررة يحتاج الناس إلى عمليات نقل دم متكررة وحتى مع العلاج فإن المرض يقتل 50% من المصاب نبعه يحب السياسيون لدينا أن يقولوا في الخطابات أشياء من قبيل لدينا مجتمع فتي غني بالإمكانيات والطاقات لكن هذه المقولات تبقى خطابا مجردا بلا قيمة عملية ما دامت المجتمعات صاحبة الإمكانيات والطاقات نظريا تبدو بلا إمكانية ولا طاقة واقعيا هكذا بدأ على دين أبوزين مقاله المنشور في صحيفة الغد الأردنية مضيفا في أجزاء من المقال قصة عالم الجيولوجيا المصري العالمي فاروق الباز تلاخص الفكرة فقد أراد المصريون أن يجعله يدرس الكيميا بعيدا عن مجال إمكاناته في جامعة هامجية لكنه خرج من بلده وذهب إلى حيث حقق إمكانياته في الناسة ولا بد أن المجتمع الذي حقق إمكانات الباز وكل صاحب إمكانية هاجر إليه مستعد تماما لتحقيق إمكانية مواطنه المحلي لذلك أمريكا متقدمة ونحن متخلفون ولذلك تستطيع هي ومثيلاتها أن يبقونا مستهلكين بائسين وأن يصادروا قرارنا ويحتلونا إذا أرادوا فتشوا في المدارس عن إمكانيات الأبناء واكتشفوها وطوروها بكل ما يلزمه هيئوا المعلمين وزودوهم بشغاف الاكتشاف والرعاية والرغبة والإيمان بجدوى العمل على كل إشارة إلى التميز في طلبتهم لا تقللوا من شأن مواهب الموسيقى والرياضة وأي شكل من أشكال الفن ولا من شأن إبداع النجار أو فني التمديدات الصحية وضعوهم على سوية نفسها مع صحاب الفكر والعلوم لا تقمعوا ميول الأفراد إلى التجريب وشجعوهم على عرض ما لديهم وما يعتقدون أنهم قادرون على فعله وأعطوهم الأدوات والوقت والإرشاد الواعي لتجسيد مشاريعهم لا تغفلوا أي ميول واعدة من أي نوع لدى الأفراد لأن المجتمع الواعد هو مجموع أفراده الواعدين ولأن تحقق الوعود الفردية هي صفة المجتمع الحيوي المتحرك الجاذب الذي تتحول طاقاته الكامنة بلا توقف إلى حركية وضيقوا المسافة إذا كنتم جادين في إشاعة الحياة في هذا البلد بين الموجود بالإمكان وبين الحادث الموجود في الواقع دعوا الأفراد يشعرون بالمردود الإيجابي ولا تجعل الذكي يستخدم ذكاءه في الاحتيال والقوي في الشجار إنه مشروع جدير لمن يريد أن يكسر القالب ويفلت بنا من حبس الإمكانية من صحيفة لموند الفرنسية الإيرانيون يحتجون على التضخم حيث تجمع مئات الأشخاص في طهران وأصفهان وكراج في الليلة الخامسة على التوالي الاحتجاج على التضخم الناجم من سقوط الريال في حين يجب إعادة فرض العقوبات الأمريكية في السابع من أغسطس وكالة أنباء فارس أفادت أن الاحتجاجات السلمية في خمس إلى ست مدن منذ يوم الثلاثاء ضد انقطاع المياه وارتفاع الأسعار والبطالة بحوالي ألف إلى ألفين متظاهر في الشوارع ويخشى الإيرانيون الذين هزتهم أو تهزهم أزمة اقتصادية متوترة من تفاقم الوضع الاقتصادي بعد هبوط العملة الإيرانية الريال الذي خسر نحو ثلثي قيمته خلال ستة أشهر وفي طهران ردد المحتجون الموت للديكتاتور في إشارة إلى الزعيم الأعلى للثورة الإسلامية آيات الله خامنئي وفقا لمقطع فيديو تم تداوله أعربت سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب كما أورد موقع شبكة البي بي سي عن تأييدها للاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس بعد ساعات من إدلاء زوجها بتعليقات مهينة عن اللاعب عبر حسابه بموقع تويتر وفي وقت سابق قال جيمس في مقابلة إن ترامب مثير للانقسام وأنه شجع العنصريين وردا على هذا شكك ترامب في مستوى ذكى جيمس قائلا إنه لم يكن من السهل جعل لاعب دوري المحترفين يبدو ذكيا في الأسبوع الماضي قال جيمس مقابلة مع شبكة سي إن 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 الرياضة منحته الفرصة للقاء شخصيات مختلفة في التوجه والعرق ولم تكن قط أداة لتقسيم الناس كانت دائما أداة لتوحيد الناس ومضى قائلا هو ترامب يقسمنا وما لحظته على مدار الأشهر القليل الماضية هو أنه استخدم نوعا ما الرياضة لتقسيمنا وهذا أمر لا يمكنني تصوره لأنني أعلم أن الرياضة هي الفرصة الأولى التي منحتني الوجود بجوار شخص أبيض ورد الرئيس الأمريكي أمس عبر حسابه بموقع تويتر قائلا ليبرون جيمس أجرى مقابلة مع أغبى شخص على الشاشة وهو المقدم دون ليمون وهو من جعل ليبرون جيمس يبدو ذكيا وهو أمر ليس بالسهل وخلال المقابلة تكلم جيمس أيضا عن المدرسة الجديدة التي افتتحها للأطفال المحرومين من التعليم في مسقط رأسه بمدينة أكرون في ولاية أوهايو التي تقدم وجبات ودراجات هوائية مجانية وانتقد المقدم التلفزيوني دون ليمون تغريدة ترامب وقال في إشارة إلى فصل الأطفال عن أبائهم المهاجرين على الحدود من هو الغبي الحقيقي؟ شخص يضع الأطفال في فصول لتعليمهم أم شخص يضع الأطفال في الأقفاص؟ في جولتنا المصورة لهذا اليوم ومع الصحيفة الديل تيليغراف صور من مختلف أنحاء العالم لمختلف المواقف نتابعك ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 وأيضا كيف عبر رسامو الكريكاتور عن أحداث اليوم هذا ما سنتابعه ونشرته عدد من الصحف موسيقى 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 بهذه الصور الكريكاتورية المعبرة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم كشك الصحافة نترككم في أمان الله موسيقى 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 موسيقى